الأستاذ بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة معاصر في هذا الكتاب في المجلد الثاني الصفحة 817 قدم عذرا آخر مستحدثا عن فعلة عمر بمنع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وتهديد أصحابه واضطهادهم إن فعلوا فماذا قال؟ قال ومراد عمر بذلك والله أعلم نهي أبي هريرة رضي الله عنه لعنه الله من التحديث أو الإكثار منه بين عامة الناس فإن فيهم العالم والجاهل وسيء الفهم والزائغ عن الحق فيفضي ذلك إلى مساوئة كثيرة وإلا فإنه رضي الله عنه لعنه الله لم يمنع أبا هريرة من التحديث بين أهل العلم ومن يعي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله ما رأيكم بهذا العثر؟ تجدونه وجيها منطقيا يقول مراد عمر وطبعا أيضا على سبيل الاحتمال يعني أيضا ليس له أثر من عمر يعلل ما صنع بهذا التعليل أو بهذه العلة يقول مراد عمر منع أبي هريرة أنت ممنوع من الحديث نعم ولكن وسط العوام الذين فيهم الجاهل وفيهم الزائغ عن الحق فيهم سيء الفهم فربما يأخذون هذه الأحاديث ويؤولونها تأويلا آخر فأنت ممنوع من هذا أما أن تحدث بين أهل العلم الذين يعرفون معاني حديث النبي صلى الله عليه وآله فلا مانع من ذلك طيب هل أثر عن عمر؟ الآن هو يقول دراسة نقدية نحن أيضا ننتقده على هذا الكلام هل أثر عن عمر هذا التفريق؟ يعني هل جاء عن عمر أنه قال لأبي هريرة وأضرابه لا تحدث بالأحاديث إلا من هو في مستواكم من العلم مثلا أبدا ما ورد وإنما كان منعا مطلقا فهذا الذي جئت به من كيسك كما كان يأتي أبو هريرة بأحاديث من كيسه ثانيا هذا المحذور الذي تكلمت عنه وهو أنه إذا ما حدث بحديث النبي صلى الله عليه وآله بين عامة الناس ومع من فيهم من العالم والجاهل وسيء الفهم والزائق عن الحق فيفضي ذلك إلى مساوئ كثيرة هذا المحذور مضطرد مستمر إلى زماننا هذا صحيح؟ إلى زماننا هذا هذا المحذور موجود العوام إذا ما فهموا الحديث جيدا الذي سمعوه من أي مصدر من أي قناة من أي عالم من أي محدث من أي خطيب من أي إذاعة من أي موقع من المواقع إذا قرأوه أو سمعوه فربما يفضي ذلك إلى مساوئ كثيرة ما دام هذا المحذور مضطردا ومستمرا إلى ما لا نهاية بل هو في مثل زماننا أكثر خطورة لماذا؟ لكثرة الجهل والبعد عن عصر النبوة ومشاهدة النبي صلى الله عليه وآله وبراهينه ومع طول الأساند الأسناد صارت طويلة جدا واختلال المضامين والمتون بسبب التناقل فهو في زماننا أكثر خطورة فإذا لماذا لا تمنعون الحديث في زماننا؟ خاصة أنكم تفشون هذه الأحاديث على كل منبر وفي كل قناة ولكم مواقع تخصصية في ذلك منتشر في عالم الإنترنت يعني بإمكان أي شخص جاهل أو سيء الفهم أو زائغ عن الحق أن يطالع على هذه الأحاديث فيفضي ذلك إلى مساوئ كثيرة كما قلتم وهذا بالفعل الذي يحدث فإذن أنتم جميعا آثمون اليوم ومن كان قبلكم أيضا وصولا إلى البخاري ومسلم لماذا أفشوا الحديث في الأمة؟ لماذا؟ أليس في الأمة جهلة وزائغون عن الحق وسيء الفهم ربما يضعون الحديث في غير مواضعه ويفضي ذلك إلى مساوئ كثيرة لماذا أفشوا الأحاديث وخالفوا سنة عمر؟ فأنتم بين أمرين أحلاهما مرون إما أن تصوبوا عمر فعليكم بذلك أن تخطئوا كل من جاء بعده ممن أفشى الحديث في الأمة وعليكم أن تتنازلوا عن اسم أهل السنة لأنه يفترض أن تغلقوا باب السنة بالأقفال الغليظة ممنوع نحن لا نفشي أمر السنة لأحد ولا نحدث بالحديث لأحد حذرا من هذه المساوئ الكثيرة نحدث من؟ نقعد إحنا ابن باز وابن عثيمين وابن جبرين والألباني ومن وبعد شيوخ الأزهر شوية نقعد بالختلة بس بيننا نتأكدهم نسد كل الأبواب نقفل الأبواب تماما نوصدها تماما ونحدث همسا فيما بيننا أما أصعد على المنبر وأقول قال رسول الله أو أفشي ذلك في الفضائيات في القنوات في المواقع في وسائل التواصل الاجتماعي يوميا حديث اليوم وما أدري كذا أو يصل هذا ممنوع هذا يفضي إلى مساوئ كثيرة إما أن تصوّبوا عمر فعليكم أن تخطئوا كل من جاء بعده من كبار شيوخكم وأهل الحديث وأرباب السنن والصحاح البخاري ومسلم ومن شاكل وكل الخطباء وكل العلماء الذين أفشوا الحديث في الأمة وإما العكس تصوّبونهم جميعا وتقولون لا الواجب هو أن نفشي في الناس حديث رسول الله صلى الله عليه وآله ونفسره مثلا فيكون عمر هو المخطئ الآثم الذي منع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله فأيهما اختاروا أيهما احنا قابلين ما عندنا مشكلة شكرا